فالقوم في السر غير القوم في العلني كما أسعف هذا الشطر معروف الرصافي في توصيف حالة معينة في وقت ما هو الآن يسعف آخرين بإسقاطه على حالة شركاء السياسة مقتسمي الكعكة بالعراق الجديد في ليلة ومن بين أروقة الخضراء أعلن العبادي تحالفاً انتخابياً وفي صبيحة تلك الليلة استفاقه وشركاؤه على التحالف منهاراً لم يكن تناقض العبادي بتحالفه مع من كان يرفض دخولهم الانتخابات أصلاً محط أنظار بعد أن بات ما سماه اتلاف النصر في حكم العدم عقب انسحاب أغلب المتحالفين منه كميليشيا بدر والعصائب ليتبعهما على عجل المجلس الأعلى وكتلة منتصرون وآخرون تحجج المنسحبون بانضمام من وصفهم بالفاسدين للتحالف فضلاً عن رفضهم من ضمام آخرين كالحكيم أو الصدر لكن مع توالي المنسحبين وغزارة التصريحات بدأت تتكشف الأسباب الحقيقية للانسحاب كريم النوري القيادي في ميليشيا الحجد قال إن الأعداد الكثيرة للمتحالفين لا تسمح للأحزاب بالصعود فإن الفرص بين الائتلاف الواحد ستكون صعبة وهذا ما أكده أيضاً رئيس كتلة منتصرون مهدي الموسوي الذي أشار إلى وجود أكثر من ستين كياناً سياسياً ما يسبب عرقلة العملية الانتخابية وتشرذم أصوات الناخبين لذا وجدت كتلته وغيرها أن من الضروري الانسحاب لضمان امتيازات أكبر وإذ لا يعرف ما إذا كان انفضاظ الحلفاء لتدبر مصالحهم الخاصة ما يدفع إلى جمعهم من جديد لكن تجارب ماضية تؤكد أن كل ما على الساحة اليوم لا يعد كونه شكلياً فقط فبعض الانتخابات سيتحالف متصارع اليوم لتشكيل كتلة كبيرة تدير دفة البرلمان بيد أن هذا المشهد الهزلي كما يصفه كثر والذي جاء بوقت أنهك فيه الشعب قمعاً وتشتيتاً وبعضهم قتلاً وتشريداً يحيل إلى الأيد الممدودة من فوق الأنقاض لتكمل ما بدأته على ركام مدن البلاد المدمرة